كل التحية لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان من هنا من النمسا ومعسكر الاعداد للموسم الجديد لو عايز يبقى قدامك مثال للتحدي للإصرار للصبر لأمور كتير جدا لازم تحط قدام عينيك كريم ندفد ممكن خروجك من النادي الاهلي يكون النهاية لكن مع حالة كريم ندفد كانت البداية خلينا نرحب بواحد من أبرز وأفضل اللاعبين اللي تربى في جدران النادي الاهلي في قطاع الناشئين في النادي الاهلي كريم ندفد نقوله حمد الله على السلامة كريم وحمد الله على السلامة عودتك للنادي الاهلي يعني بعد فترة طويلة كريم مثال أمور كتير جدا للتحدي للإصرار للصبر حمد الله على السلامة كريم حبيبا فاروق الله يسلمك وأشكرك على الكلام الكتير الحلو ده يعني وحمد ربنا كهير لقدرت أرجع من الإصابة تاني وأرجع بشكل كويس فالحمد الله يعني الواحد كان عنده صبر وعنده إصرار أنه يرجع وربنا يكلل مجهوده وتعبه بأنه يبقى موجود تاني في بيته النادي الاهلي الحمد لله كريم فترة كانت صعبة جدا بكل ما فيها إصابات وفترة أنت بتبعد عن النادي الاهلي الدوافع اللي أنت سنعطاها لنفسك أنك ترجع تاني وتكون واحد من أفضل اللاعبين اللي قدت خلال الموسم الماضي وكان واحد من العيبة اللي طلبها مستر كولر أمور بيحسب لك كريم يدفت يعني الواحد مر بموسمين كانوا صعبين اللي هم في الإصابة يعني الواحد تصفي موسم كان هو بالنسبة له موسم كان أبرز موسم ديه في النادي الاهلي حصل لإصابة يعني ده قدر طبعا واحد راضي بي كان يعني سنتين صعبين اللي واحد قدر بعدهم يعني يتغلب على اللي هو أمر بيه فكان فيه قرار من النادي ومني أنه نطلع أعرى أنه نرجع أبدأ ألعب أو أجيب مستوية تاني فطلعت في الأعرى لسنتين كانوا موسمين كويسين بالنسبة لـ The Future حققنا فيهم إنجازات كتير عملنا فيهم حق كويسة يعني فركة لسه صعدة هو الموسم بنعم أفريقيا تاني موسم برضو صعد أفريقيا خدنا بطولة ربطة يعني كنا فرقة لها شكل ولها هوية دايما كنا منفسين لكل الفرقة كنا يعني من صعب المشاط على الفرقة الكبيرة فكان موسمين كويسين فالحمد لله يعني جي في آخر الموسمين كان فيه قرار من نادي وميستر كولر أن أنا بقى موجود تالي في النادي فدي كان يعني حاجة بالنسبة لكبيرة وحاجة مهمة أن أي لعب بيبقى طالع أعرى بيبقى ده هدف الرئيسي أنه يرجع مكانه يعني ده النجاح بيبقى بالنسبة لأعرى وده هدف الأعرى فكان بيبقى لوحبهم بالنسبة له أنه هو ينفذ هدف الأعرى فالحمد لله الواحد قدر يعني ينفذ أو طبعا دي بعد توفيره منه أنه هو يكون موجود تاني دي الحمد لله كريم أنا عارف دور البيت عندك في الفترة الصعبة دي أكيد تأثرت بكلام بعض الجماهير وبعض الناس اللي كانت كلام بك تقال على السوشيال ميديا أني كريم خلاص مش هيقدر يلعب كرة تاني فترة صعبة بالنسبة لك لكن دور البيت كان مهم جدا كريم يعني الكلام طبعا كان صعب يمكن في ناس كانت وفى جنبي كتير طبعا مراتي كانت معي في معظم الحاجات يعني هي من الناس اللي تابت معي أن أنا أول ما اتجوزت كنت في إصابتي في بداية إصابتي كمان مش يعني كنت عملت أول عملية بس فكانتها في البدايات فهي حضرت تقريبا معي يعني شبه لكل المراحل في الإصابة لكن هي وفت جنبي كانت بتصبرني كانت بتقويني في حاجات كانت بتواخد معي يعني حتى في الصفر برا مصر في العمليات أو في التاهيل كانت هي موجودة معي فكانت بتهون على حاجات كتير يعني أنا بشكرها على اللي عملته معايا يعني ربنا يخليها لي يعني هي عملت معي ما كهو كبير طبعا في أهلي أبويا وأمي وإخوتي برضو ويفوا معايا وفي برضو يعني من الناس اللي هي ورابة مني وهو أكتر من أخ بالنسبة لي سعد سمير يعني من الناس اللي كانت يعني من الحاجات الأدمي بقول هالو أنه هو الفترة الإصابة بتاعته كانت نفس فترة إصابته فكنا معظم الوقت مع بعض في ألمانية يعني دي من الحاجات اللي كنا بنهون على بعض فيها بنشيل بعض هو صعب برضو بيتعب فأنا معايا هو أنا معايا أنا بيتعب هو في ظهري هو معايا طبعا فده كان وقف معايا زادة كمان إن إحنا لما رحنا فيوتشور إحنا لاتنين كنا مع بعض فكنا مهونين على بعض الموضوع بالذات إن إنت لما تقع لعيب نترب جواند الأهلي أو لعيب تمودة كبيرة جواند الأهلي فبقى الموضوع بالنسبة لك صعب بتلوعك منه وتروح على مكان جديد أنت مش عارف إن الناس بتفكر فيه إزاي أو الإدارات بتفكر إزاي أو المنظومة ماشية إزاي فبقى الموضوع صعب فقدرنا نهون على بعض والحمد لله يعني عدينا بالفترة دي وأنا يعني حابب أشكر كل الناس يعني أي حد جرمى نساء طبعا اللي وقف معايا واللي سندني حتى لو بكلمة بسيطة إن أنا أقدر أعد الفترة دي والحمد لله يعني ربنا كرم وعدتها الحمد لله الحمد لله كريم مرحلة وعدت على خير مرحلة للنادي الأهلي وعودتك للنادي الأهلي مستر مارسل كولر إن اختار لاعب ونواغد وحاصل على خمس بطولات أمر مهم جدا أنا شايف هذا في اللقب يعني العنصر اللي بيتضاف عنصر بيبقى قليل جدا إلا اللي أنا شايف فيه إمكانيات وأمور أنا محتاجة جدا في الملعب ده أكيد بيدي لك دفع كبير جدا يا كريم طبعا يعني شيء مهم بيبقى يعني مش بقول لحاجة مستحيلة لكن هو بيبقى غريبة شوية أن محد بيحط بيدخل على فرق وقد معظم البطاط اللي شاركت فيها بيبقى لداء كبير بنتائج كبيرة فبيبقى صعب إن يقش حد عليها فلما بيبقى فيه اختيار للعيب يكون موجود أو يرجع من الأعراض فدي طبعا بيبقى يعني بتديك أنت حتة زيادة لأن أنت لازم أنت داخل على مكان فيه نجاحات كتير فيه لعيبة كتيرة لها مكانها في الفرقة فأنت محتاج شوكل زيادة ومحتاج صبر ومحتاج وقت إن أنت تقدر تخش الفرقة فكان بالنسبة لي يعني اختار مستر كولر إن أنا كن موجود تاني أو إن أنا نرجع فداد داني حافز كبير أو إن أنا لازم يبقى فيه شوكل زيادة هو يعني هو الراجل الصراحة بيتكلم معك كويس صبر أبرز الأمور أو أول مقابلة بينك وبين أبرز الأمور اللي تتكلم معك فيها يعني أنا بعد الموسم خلص بتاعي من فيوتشر جالي مكالمة وكابتن سادة عبد الحفيز بلقني أن الراجل محتاج يوعد معي فروحت النادي وقعدت مع الكوتش فهو كان معظم كلامه يعني مش حاجات فنية لكن الحاجات ليه علاقة بالشخصية بالعقلية بتاعتك بالظروف اللي أنا مرت بيها حالتي بعد الإصابة بعد مرجع تلعب أموري بتمشي إزاي بعد التمرين يعني كانت حاجة كلها بعيد التمرين والحاجات الفنية كانت حاجة كلها بره اليوم يعمل إزاي بره الكور فكان في حاجات تتكلمنا في الشخصية وكان بعد المقابلة دي يعني قال لي إن شاء الله يبقى فيه قرار قريب بوجودك أو عدم وجودك يعني فجالي قرار بعدها أنه أنا بكون موجود إن شاء الله كريم بيصنف من كباتن الفريق هذا الموسم أعتقد الترتيب الخامس أو السادس في ترتيب كباتن للنادي الأهلي بيشيه لك مسؤولية مع الكابتن محمد الشناو مع رامر ربيع مع السلاة مع محمد يعني أكيد هكيد طبعا يعني الموضوع كابتن الفريق ده شيء مش مش قليل دي حاجة كبيرة حاجة كبيرة لي كانت كلعيب أن أنت تبقى من كباتن النادي الأهلي فده شيء مش قليل خالص فأنت لازم بيبقى ليك دور أكتر من الملعب ليك دور تاني فوت اللبس ليك دور تاني مع اللعبات الصغيرة يمكن من الحاجات اللي هي موجودة في النادي الأهلي أن كابتن الفريق مش ما بتبقاش مقتصر على كابتن الفريق بس بتبقى الأدوار ومتقسم على الكباتن أول أربعة أول خمسة على حسب الترتيب يعني أو على حسب الأدوار اللي بيبقى كابتن الفريق موزحها للعيبة فبتبقى فيه أدوار محطوطة طبعا فيه لعيبة تانية يعني ملعاش علاقة بالكابتن لكن فيه عالي معلول طبعا لايب كبير فيه لعيبة يعني أنا بقى شوف وجهة نظرة يعني موضوع الكابتن في النادي الأهلي يعني بيبقى أسهل شوية من الأندية اللي برا إن اللعيبة هنا جوا النادي كله هداعرف شو كله يعني بيخاف على الأكل عيشه فأنت بتبقاش محتاج كلام كتير أو توجهات كتير إن كله في المنظومة كله في السيستم شغال فببقى الموضوع أبسط من كده يعني موضوع من كده لكن بيبقى فيه توقتات اللي هي بتبقى صعبة على الفرقة ناتيك سلبية أو بيحصل أي دروب وإحنا ماشيين في الطريفة ده بيبقى دور كبات الفرقة دور كبات الفرقة بيبقى أكتر مع اللي بقى اللي هي بتبقى صغيرة في السن اللي هي مش مش موجود يعني لسه دخل الفرقة جديد أو لسه طالع من نشئين فأنت بيبدأ توجه أو بتتكلم معهم حتى مش فنيات انت بتتكلم في حاجات ليه علاقة بالشخصية أو بالالتزام بيبقى طالعين طبعا من نشئين عندهم جزء الالتزام لكن ما عندهمش جزء الالتزام الدرجة الأولى الأمور بتقامشة زي سواء في التليفونات على الأكل مثلا اللبس بتاعنا موعدنا حاجاتنا يعني في حاجات ببقى بسيطة كده اللي انت بتتكلم فيها في الأول لكن بعد كده كده بيبقى بيخش في السيستم بتاع ما ببقاش فيه موضوع يعني يبقى الدنيا كهيسة وسهل كريم محسكر النمسا في البداية في البداية اعتقد بالنسبة لك مهم جدا مهم كتير من اللاعبين انت باعكم عن المحسكر النهاردة اننا نتكلم في تالي تالي يوم انت باعكم وشايف المكان واننا دي الأهلي كان حريص انه هو يوفر المحسكر ده الفريق لبداية المسلم بإذن الله يعني المكان الواحد شايف نهو مكاننا مزاجل المحسكر يعني كل حاجة موجودة في القوتيل الاسبا حاجة محترمة جدا الجيم الملعب قريبة من هنا الملعب كويسة كل حاجة يعني متوفرة للنادي مفاردين كل حاجة تخلينا في المعسكر كويسين او مركزين في المعسكر بس لا فيش حاجة شايف لهم أ positاني فدي أجواب يخليك ان انت تبقى يعني مركز في المعسكر ومركز في كل حاجة فيه انت بس إيه تبقى الشغال بس اللو احنا عندنا تمرين عندنا اجتماع عندنا حاجة في الجيم عندنا حاجة فانت مركز بس في الشجل بتاعك فده طبعا هيخلينا يعني لما نرجع مصر هنحس بقيمة المعسكر ده ولما نخش في ضغط الماتشات ان طبعا تعرف اللي بكل راجع من اجازة طويلة فهذا بيبقى مأثر شوية في الحال نحن نرجع حالتنا البدنية وحالتنا الزهنية كمان ان انت راجع من واحد فاصل خالص لواحد عزي رجع يلعب كورة تاني فهبتخد وقت بدننا فالمعسكرات بتتقربك في الحتة دي اسرع يعني اعتقد ان شاء الله المعسكرات دي مع الماتشات الودية هتخلينا دخلينا عماتش السوبر الافريكي بصورة كويسة وجهزين بإذن الله خيرا يا كريم مباراة السوبر بالتحديد شايف انها مباراة في بداية الموسم بطولة اعتقد تفرق معكم كتير على مدار الموسم تبقى مهمة الكريم مهمة لبعض اللي عائدين لفريق النادري اهلي اكيب بتعني لك الكتير قول للمباراة دي شايفة ازاي يعني الماتش طبعا دي في الاو في الاخر دي بطولة بطولة مهمة للنادي عمتا وإحنا يعني البطولات اللي طبقى القارية بالنسبة له دي شيء مهم كبير بطولة مهمة فعلا للعيبة اللي لسه راجع من الاعراض او اللي لسه جاية جديدة النادي البطولة دي مهمة بالنسبة له من يبدأ الموسم بتاعه بطولة فدي حاجة كبيرة ودي بتساعد اللعيبة كمان انه يعرف هو فين يعني النادي الاهلي عمل ازاي والحياة فيه عاملة ازاي يمكن أن نتكلم في الثلاث شور الجايين كلهم بطولات مهمة بالنسبة للنادي فيه بطولات في لفل أعلى من اللفل اللي احنا بنلعب بيه في مصر فلازم نبقى احنا مستعدين لي وجاهزين لي وماتش زي ده يعني أنا شوف ماتشات السوبر بزاة بتبقى بطولة أو كل حاجة لكن بلايه طبعا ببداية الموسم فدي بتبقى ماتش إعداد قوي مهم بالنسبة لك ولازم تقيس نفسك انت فيه في بداية الموسم طبعا الفرقة لما تبقى بدأ الموسم كره هي بتنهي فيعني اعتقد ماتش يبقى ماتش مهم بالنسبة لنا وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا وتبقى بطولة بإذن الله جديدة للنادي وبطولة نبدأ بها الموسم ان شاء الله كريم أنا بشكرك وبتمنى لك كل خير وبدعي لك ان ربنا يباد عنك شر الإصابات يا رب لانك توحد من اللعبة يعني اعتقد كلنا بنستمتع بها في الملعب ووجودك أهمية كبيرة جدا للنادي الأهلي اشكرك يا فاروق وان شاء الله نبقى ديوف خفايف كده على جمهير النادي الأهلي وتبقى حلال غزيزة ان شاء الله شكرا لك حبيب يا فاروق عزيزة مشاهدة متابعة شاشة التقناة النادي الأهلي في كل مكان مثال كبير للإصرار للتحدي للصبر كريم ندفد وحب من ولاد وأبناء النادي الأهلي لتكلم كلام كتير جدا ووضح كثير من الأمور كلام من القلب من كريم ندفد نتمنى له التوفيق يا رب دايما وربنا يبدع عنه شر الإصابات هو وكل لعيب للنادي الأهلي من جديد تعود الكلمة للزملية في الاستوديو